لو ثبت بأن الوالي أو من دونه أخذ من المال العام بغير حق ما هي العقوبة الشرعية؟ بيّن الله سبحانه وتعالى خطر الغلول الأخرى بي حتى ولو كان الغال نبيا قال وما كان لنبيا أن يغلل ومن يغلل يأتي بما غلّ يوم القيامة ثم توفّى كل نسي ما كسبت فهو يأتي به يوم القيامة يحمله وهو ملتصق برقبته مفضوحا رقبته يصيح وينتبه الناس له كل ما غلّ نعم انظر إلى الذكر النبوي حتى ذكر أصوات البهائب نعم الحمحمة والخوار والثغاء نعم كلها ذكرها سبحان الله فلذلك هذه العقوبة الأخروية عقوبة الأخروية طيب الدنيوية العقوبة الدنيوية تقتضي عزله وعما تحت يده فمن عُرف بعدم أمانته رُفعت يده عن المال العام ومنع من التصرف فيه ويُعزر لكن تعزيره وعزله عزله فقط نعم يُعزل ويُأخذ منهما ويُسترد منهما آخر نعم وقد حصل هذا في التاريخ الإسلامي في عدد من الأمراء لمصار الذين عُرف منهم شيء من هذا فاستُرد منهم أُعزلوا ترجمة نانسي قنقر